ابدع انطلق ده شعار المؤتمر التامن للشباب اللي دايما سيادة الرئيس بيحرص على الالتقاء بالشباب وزي ما قلنا انه خصص سنة 2016 عام للشباب واهتمامه الكبير جدا بفئة كبيرة جدا من الشعب المصري خلينا نهاردا نتكلم عن هذا المؤتمر فعلياته ايه ومكانه واختيار مركز المنارة بالقاهرة الجديدة اختيار هذا المكان هل ليه سبب معين زي ما دايما بنشوف اول كم مؤتمر كان في شرم الشيخ تاني مؤتمر في اسوان واخر مؤتمر كان في العاصمة الادارية الجديدة فالحقيقة اختيار المكان دايما بينم عن شيء ما خلينا نهاردا نتكلم عن هذا المؤتمر مع ضفنا اللي دايما بشرفنا وصعدها جدا انه يكون معنا أستاذ حسن هاريدي الكاتب الصحفي بالأخبار المسيحية أهلا بحضرتك من ورناك صباح بحضرتك وصباح فل على كل المشاهدين في البداية كده رأي حضرتك في اهتمام سيادة الرئيس وحرصه شديد على الالتقاء بالشباب وزي ما قلت عدة مؤتمرات وده يمكن النهاردة هيكون المؤتمر التامن ففكرة أنه يكون حريص أنه يتكلم مع الشباب يسمع كلامهم يسمع اقتراحاتهم يسمع أسئلتهم كمان ده بيدل علي يدل على أن السيد الرئيس فتاح السيسي له عقلية ساقبة رؤية مستقبلية ساقبة لأن يدرك جيدا أن المجتمع المصري هو مجتمع شبابي حيث 50% من الكتلة السكانية هم شباب الشباب هم قادة المستقبل هم صناع المستقبل فعندما يكون السيد الرئيس يقود بحكمة واختدار ورؤية ساقبة كان لابد عليه أن يستمع لها الشباب ويصحح أخطاء كثيرة مضت في تغييب الشباب وإبعاد الشباب عن المشاركة في صنع مستقبلهم لأن الشاب هو اليوم هو القائد في المستقبل فعندما يكون الشاب مشارك في صناعة مستقبله هذا يعطيه مزيد من التفاؤل الثقة في قيادة دولته الثقة في الدولة مزيد من الانتماء مزيد من المشاركة في صنع القرار مزيد من التفاعل بين قيادات الدولة ممثلة في شخص السيد الرئيس والمجتمع ممثل في الشباب والحضور هذا يدل على أن هناك رؤية جديدة لإدارة الدولة رؤية واستراتيجية مختلفة عما سبق في الفترات السابقة وإحنا شاهدنا أن نتيجة أن تغييب الشباب خلال الفترات السابقة كان أن هناك عملية فجوة بين الدولة وما تقدمه من خدمات وبين المجتمع والممثل في الشباب ولاحظنا أنه كان لابد من تدارك هذا الخطأ ونذكر أن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو هما في الأساس هما ثورتين شباب وأن الشباب في ثورة 25 يناير شعروا أنه بعاد جدا عن مهمشين مهمشين للغاية ومش مشاركين وللهم رؤية والقرار في صنع مستقبلهم فصاروا في ثورة 30 يونيو نفس الفكرة لما حسوا أن بلدهم تختطف منهم على يد جماعة إرهابية وأنهم حسوا أن المجهود اللي عملوه أو الجهد أو الرؤية اللي كانوا يعملوا فيها أصبحت في مهب الريح صاروا أيضا على الحكم الفاسي وكان لابد من العقلية الوعية لأنه يتدارك هذا الخطأين ويدرك جيدا أن الشباب هم صنع المستقبل يستوعب ويحتوي هذه الفئة كبيرة لأنه أكثر من نص المؤتمر وهذا النموذج هو النموذج الذي أشاد به العالم كله وكان رؤية العالم يحتز بيها وكان لمصر السبق في هذا ومن خلال أيضا تحويل مؤتمر الشباب إلى منصة شباب العالم وإشادة مؤتمر لأول مرة يتم إقرار قانون حق الشباب وفقا لمؤتمر جنيف الأخير لحقوق الإنسان هذا يدل على اعتراف العالم أن ما تفعله مصر حاليا هو طريق الصواب وطريق الصحيح وأيضا يدل على أن عقلية لها رؤية في المستقبل وده اللي كنا مفتقدينه يعني يشيط به للرئيس وفخر لنا أنه يستمع لنا ويستمع لرؤيانا ويستمع لأفكارنا وأن الشباب اليوم النهاردة أصبح زو رؤية على عكس ما يقال أن الشباب كان حتى الانتقاد اللي كان موجه على طول قاعد على الأهاول شباب لا يدرك الحقائق ليس له قرار ليس له رؤية فكان الاتهام الموجه للشباب هو أنه شباب ليس لدي أفكار في صنع المستقبل ولكن عندما تم الاستماع للشباب تبين كذب هذه الإدعاة وتبين أن الشباب لديه رؤية أيضا في صناعة مستقبله والأفكار القوية والبناءة ومن خلال مناقشات على مدارة 8 مؤتمرات سابقين نرى أن الشباب له مدرك جيدا لما يحدث مدرك جيدا لمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية مهم لوطنه مدرك جيدا لكيفية صناعة المستقبل أيضا قادر على صناعة المستقبل وقادر على إيجاد حلول للمشكلات وكثير من المشكلات هي حكامة حلول مبتكرة للشباب لأن الشباب يتميز أنه قدرته على إبداع وإشعار المؤتمر إبداع انطلق هو حقيقة يعني يبعبر عن الواقع وبعبر عن الفئة المستهدفة من خلال المؤتمر ولهم الشباب لأن الشباب هو فكر الإبداع دائما في كل العصور وليس في العصر الحالي والشباب اللي دايما يفكر خارج الصندوق بالفعل دايما لي رؤية ساكبة ودايما لي فكر مختلف ومتطور عن كثير من المشكلات الاقتصادية والغيرها كانت من جرد فكرة خارج الصندوق لهذا الشباب ورأينا مثلا على سبيل المثال يعني لدون الحص أن الشباب هم رواد أو أصحاب ريادة الأعمال ريادة الأعمال هي التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي حاليا وهي القادرة أو التي استطاعت حل مشكلات كثيرة في المجتمع وحولها من جرد من مشكلة إلى مورد اقتصادي تقوم عليه صناعات وتقوم عليه فرص على تشغيل وفرص عماله ويعني إذن ما يفعل الرئيس هو دليل وبرهان على قوة ورؤية وصحة رؤيته المستقبلية تمام دايما بنفاجأ أن باختيار المكان مختلف في كل مرة أول مرة شفنا شرم الشيخ وشفنا قد إيه السياحة وأنظار العالم كلها كانت متجهة ناحية شرم الشيخ تاني مؤتمر كان في أسوان وبرضو أسوان مدينة سياحية ولها رؤيتها ولها السياحين اللي بيجوا مخصوصة على شانها في آخر مؤتمر يعني فوجئنا بأنه في العاصمة الإدارية وده برضو كان ليه مغزاة وليه الهدف منه لكن في المؤتمر ده لقيناه في مركز المنارة في التجمع في القاهرة الجديدة هل اختيار هذا المكان ليه هدف ما؟ كنت حابة أعرف برضو رحبت بالفعل يعني إذا رجعنا زي ما تحضرك تفضلت وذكرت اختيار مؤتمر الأول في مدينة السلام في مدينة شرم الشيخ كان له علوان ورسالة أن مصر قادرة على بسط يدها على سيناء وأنها قادرة على حماية ضيوفها رغم ما يقال عن الإرهاب وأنه مهما يعني أوتي الإرهاب من قوة لن يستطيع كسر شوكة الأمن المصري وأنه أمن وأنه مصر مستقرة ومصر جميلة وكان رسالة أن السياحة تعود إلى مصر ورسالة أيضا للعالم أن مصر آمنة ومصر تتمتع بجمال ورؤية ومقاومات سياحية يجب للعالم أن يكتشفها وبالتالي كان هذه جزء من الرسالة التي خرج منها وكانت يعني يذكر من خلال مؤتمر الشباب خرج رسالة الشباب للعالم كله وتحويل مؤتمر الشباب إلى منصة شبابية عالمية ورسالة للعالم أنه استمعوا إلى الشباب من مدينة السلام رسالة إلى التعايش بسلام والتعايش بين الشعوب بسلام أيضا عندما تم اختيار يعني اسمعيني أنا مر هي الرسائل كثيرة بس يعني أمر مرورا سريع ربما يكون الوقت لا يسعفنا أما اختيار مدينة أسوان هو كان رسالة التواصل بين الشباب الأفريقي والشباب العربي واختيار هذا المكان هو نقطة التواصل بين القرى السمراء التي ننتمي إليها وهي القرى الأفريقية وأيضا الشباب العربي واختيار المكان هو بيئة مناسبة لهذه الفئاتين وأيضا دليل أن مصر كما فيها مدينة شرم الشيخ أيضا فيها مدينة أسوان المدينة السحرة بجمالها وبمشتها الطبيع وهي عنوان أيضا من المناطق الجميلة أيضا عندما تم اختيار العاصمة الإدارية أن كانت رسالة للعالم أيضا والمنتقدين والمغرضين للوطن كيف تحولت هذه المكان من أرض صحراء إلى مدينة يعني بها حركة وبها منشآت تدل على أن هناك أيد كما هناك أيد تحمل السلاح هناك أيد تبني بالفعل وأن ما يتم وما ينتقد هو كلام غير حقيقي وغير وقعي وبدالي للصورة التي حضر إليها الشباب وكان أيضا رد على أن هذه المدينة قد تختصر على فئة معينة من المجتمع كانت رسالة اختيار المدينة الشباب أن هذه مدينة لشباب إذن مدينة لمصر كلها مدينة لشعب مصر وربما سمار ما يبنيه الشباب المصري يمتد إلى سمار لشباب العالم كله ودي كانت من ضمن رسائل اختيار العاصمة الإدارية أيضا عندما تم اختيار مدينة قاعة المنارة هي وسط العمران ووسط القاهرة العديدة دليل أيضا أنه عنوان للمؤتمر حيث أن المؤتمر يناقش تأثير السوشيال ميديا وتأثير وسائل الاتصال الحديثة على تفكير الوعي وتشكيل الوعي وعندما يتم اختيار وسط هذا إذن أن هناك كثير من الأفكار تتزاحم على السوشيال ميديا يجب أن ننتقي منها الفكرة السليمة والرؤية السقبة من خلال زخم الأفكار هذا المكان لمجرد اسمه مركز المنارة بالضبط إذن هي منارة بالفعل ومن المنارة تخرج رسالة التنوير إلى شباب العالم يصنع شباب المصري ويشارك فيها شباب العالم المنارة هو اسم ربما يعبر عن مضمون ما جاء في المؤتمر أيضا أن هذه مثلا ده دليل على ما قام به عيد القوات المسلحة المصرية والفخر بما تبنيه وما تشيده وهو أن إذن ما تشيده ليس يقتصر على القوات المسلحة ولكن يمتد إلى كل المجتمع وأن ده سمار طيبة وأن يجب أن يتشابك ويتحالف الفئات المجتمع المصري خلف جيشه وخلف قيادته للقدرة على محاربة الأخطار التي تحيق بالوطن ونحن نرى المؤامرات والدسائس عبر كثير من الوسائل وعبر وسائل الجيل الرابع للتكنولوجي الحديثة وحضرتك وكل المجتمع المصري ليس ببعيد بالمخاطر ونحن رأينا في الفترة الحالية ربما ما ظهر علينا أن بعض نوسف طبعا أن نحن نقول أن هم أبناء برضو من أبناء الشعب المصري يعني يهاجمون الجيش وهاجمون السيد الرئيس لمجرد يعني يحسوا أن الأمور بدأت تفلت منهم وبدأت مصر تنمو وتضع نفسها على طريق الصحيح وأن تصنع مستقبل يعني جعل كل مؤسسات العالم كلها تشيد بما يتم من إنجازات على أرض الواقع والاقتصاد المصري وخصوصا ما حدث من تقرير يعني الذي أصدرته جامعة هارفورد وهي من أكبر الجامعات على مستوى العالم أخشى أن الوقت يعدي وإحنا ما نتكلمش أصلا في أهم جلسات هذا المؤتمر وأهم وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة هذا المؤتمر بالفعل أن المؤتمر يعني يشهد سلاس جلسات رئيسية الجلسة أهم واللي هي تعد بصمة حقيقية في هذا المؤتمر وهي جلسة إسأل رئيس إسأل الرئيس هي منصة تفاعلية بين بشكل مباشر لأول مرة تحدث بين رئيس الدولة والشباب أو المجتمع المصري بكل أطيافه بكل فئاته استجابة مباشرة تواصل مباشر أن أين كان الأسئلة تم رفع الحرج عن جميع الأسئلة كل ما هو يوجه للسيد الرئيس السيد الرئيس وعد أنه يعني يجاوب عليه ويوضع استفسارات هناك كثير من الاستفسارات عن داخل الشباب وإحنا نلاحظه داخل المجتمع وأعتقد في حدود علمي أنها تتركز طبعا في مزيد من خلق الوظائف والتشغيل واستجابة واستكمال المبادرات التي سبق وأن أطلقها السيد الرئيس واللي كان من ضمن سمار المؤتمر الشباب وهي استمرار مبادرة البنك المركزي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللي فعلا خلقت كثير من الفرص وعملت على تخفيف حدة البطالة أيضا هي الأسئلة المتنوعة هناك الأسئلة السياسية هناك الأسئلة الاجتماعية هناك الأسئلة التي متعلقة بجانب الصحة هناك الأسئلة التي تتعلق بالجانب الاقتصادية أيضا جلستين لن يقول له أهمية عن هذه الجلسة وهما جلست كيف صناعة أكاذيب السوشال ميديا وتأثير حروب الجيل الرابع في تشكيل الوعي هما جلستين السوشال ميديا النهاردة هي أصبحت عامل مؤثر في المجتمع عامل مؤثر في الشباب وتشكيل فكر الشباب ليس كلما يبس على السوشال ميديا يجب أن نسير خلفه وأن نصدقه على أنه مجرد دستور الحقيقة أن هذه الجلسة أو هذين الجلسة التي جاءت في وقت مهم جدا هو فكرة أن الشباب كله أصبح يتجه إلى السوشال ميديا أصبح يشكل وعا هذا خبر نشوفه على طول شير بدون أن نتحقق من ساحة ومزقية هذا الخبر بالفعل أصبح أن هناك خطورة حقيقة على المجتمع نحن ليسوا بعيدين عن العالم وما يحدث في العالم ليسوا بعيدين عن ما يحدث في الشبكات التواصل الاجتماعي كمان فكرة الغلق يعني فكرة أني تقولي أني هحمي الشباب المصري أننا أمنع من وصولهم ده صعب استحالة في ظل التطور التكنولوجي والتطور السريع في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أصبح من الصعوبة الحد من وصول تلك المعلومات لهؤلاء الشباب أقدر أصحح الأكاذيب اللي اقتصال لهم وبالتالي أنا أعتقد خلال المنصة أو خلال المؤتمر هيشهد حوار ساخن فعلا بالفعل بين المشاركين في المؤتمر وبين الشباب حول كيفية حماية الأجهال القادمة من أخطار السوشال ميديا السوشال ميديا أصبحت واقع في حياتنا هي سلاح زوح الدين سلاح زوح الدين يعني ممكن استغلال لصالح المجتمع وللصالح تطور الشباب وتنميتهم وعلى العكس طبعا وعلى النقيد ممكن تستغل لتدمير الشباب أيضا هو ده محور فعلا محور الجلسة حضرتك لمست لب الجلسة بالفعل كيف يمكن أو كيف يتحويل السوشال ميديا من سلاح يعني يمكن استغلاله في هدم المجتمع وتدمير عقول الشباب وصرف الشباب عن مستقبله إلى وسيلة لحماية الشباب وتنوير وتواصل بين قياداته وكيفية وإحنا رأينا يعني مؤخرا أن وزارة المالية أسيست خمس يعني مواقع على شبكات التواصل الابتمية للرد على استفسرات الجمهور فإذن أن الفكرة أن لابد أن الدولة تساير التطور التكنولوجي لابد أن تكون خطوتها أسرع بكثير من الخطوات الحالية لمجاهة أو لمسارة التقدم العالمي أن العالم كله أصبح يعني التطور الذي يحدث في وسائل الاتصال هو تطور رهيب يعني متسارع جدا يعني فبالتالي لابد أن الدولة المصرية تساير هذا الاتصال لابد أن يكون فيه رؤية أصلا من الشباب اللي هم أصلا جمهور المستهدف كيف يمكن استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي على ذكر الأكاذيب اللي دايما بنلاقيها أو الشباب بيقراها على السوشيال ميديا يمكن من أكتر حاجات اللي أنا شخصيا ببقى سعيدة لما بشوف دور الإعلام في هدم وضحض هذه الأكاذيب يعني بنلاقي مثلا دايما لما بشغل مثلا التلفزيون أو التلفزيون ألاقي الشائعة والرد الشائعة والتصحيح الشائعة فده برضو حاسيت أن الإعلام كمان ليه دور كبير جدا بالفعل الإعلام الإعلام أصبح ليه يعني مش دور دور رئيسي الإعلام النهاردة في الوقت الحال اللي احنا فيه هو صاحب الدور الرئيسي في رد هذه الشائعات لأن التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هم أحد وسائل الإعلام أيضا هو تطور لوسائل الإعلام هناك كان قديما الكتاب ثم تطور الإزاعة ثم تطور التلفزيون ثم وسائل الصحف المطبوعة اليومية كان قبل ذلك المجلات الأسبوعية والشهرية ثم تطور إلى المواقع الأكترونية أصبح النهاردة التطور الطبيعي للمواقع الأكترونية هي وسائل السوشيال ميديا وربما العالم يعني خلال العشر سنوات المقبلة هناك يعني ربما العالم يفاجئنا بوسائل حديثة أخرى وبالتالي لابد أن الدولة تهتم بإعلام لابد أن يكون هناك دعم فعلا حقيقي للإعلام ووسائل الإعلام بمختلفها سواء مرئي مغضبوع تلفزيون قنوات لابد أن يكون هناك تواصل وتنسيق بين الدولة وكافة وسائل الإعلام حول حماية هؤلاء الشباب من هذه الإدعاات والافتراض أعداء الوطن يدركون جيدا تأثير وسائل التواصل وسائل اتصال ووسائل الإعلام ووسائل السوشيال ميديا على الشباب فأصبح الحرب الموجة وهو حرب الجيل الرابع أو ما يطلق عليه حرب الجيل الرابع إلى موجه لهؤلاء لأن النهاردة لو حملنا إحصائية بالتقريب وليس بالدقة هنلاقي أن 70% من المجتمع المصري يتواصل بشكل ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيس تويتر نوستقرام أين كان وسائل فأصبح النهاردة لابد أن الدولة وده خطوة تحسب للدولة المصرية أن أدركت يعني مبكرا خطورة الوضع الحراهن وخطورة تأثير السوشيال ميديا إحنا نحقظنا أنه كثير من الأجازيب كمان الجهد الذي يقوم به مركز المعلومات في مجلس الوزراء من رصد الشائعات والرد عليها وتصحيحها ده يعني ده دور قوي ويعني بصراحة جهد مشكور للقايمين عليه قدامنا من ثلاث ديائي نتكلم عن الجلسة الثالثة اللي ستطرح في هذا المؤتمر الجلسة الثالثة اللي احنا قلنا الإرهاب وتأثيره يعني إيه أصبح وقدرة الدولة المصرية على يعني أو التي قامت في محاربة الإرهاب الإرهاب أصبح هو العائق الأوحد أو العائق الأكثر خطورة على التنمية وعلى المجتمع وعلى السلام وعلى الأمن وعلى كل وعلى كل ما يتعلق بالإنسان سواء كان مادي أو معنوي وبالتالي يعني الإرهاب ليس من هاردة الإرهاب يعني تعددت وسائله إرهاب فكري لم يعد الإرهاب هو القتل فقط ولكن الإرهاب هو الإرهاب الفكري والإرهاب الاقتصادي والإرهاب السياسي والإرهاب المجتمعي والإرهاب بكل وسائله وكل تصوراته الإرهاب في إذا عزعت للثقة بين المجتمع وقياداته ده نوع من الإرهاب أو وسيلة من وسائل لأن الغرض من الإرهاب هو هدم المجتمع الأكاذيب الأكاذيب جوى أحد وسائل التي يستخدمها الإرهاب الإرهاب النهاردة يعني بيطور من فكره يتطور من وسائله في نيل غرضه الدنيء في النيل من المجتمع أصبح نرضى نشر الأكاذيب والإفتراءات والمعلومات المغلوطة أحد الوسائل الإرهابية التي يستخدمها ونرى على سبيل المثال القنوات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في بس مزيد من الأكاذيب والإفتراءات ونشر الأكاذيب ضد ما تقوم به الدولة المصرية والمجتمع المصري والهدف الوحيد هو خلق فجوة بين قيادة الدولة والجيش والمجتمع من جانب آخر فبالتالي أصبح هناك خلق عدو داخلي داخل المجتمع لسهولة ضرب المجتمع بكل وسائله أصبح النهاردة فكرة التمويل الإرهاب عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة أيضا وسائل مسؤولة الإرهاب هذه الجلسة فعلا هو المؤتمر يأتي في وقت في غاية المهمة من الجميل أن جلسة حول تقييم تجربة مكافحة الإرهاب إقليميا ومحليا يعني التقييم مش مجرد تقييم محلي لكن هو كمان إقليمي بالفعل لأن الإرهاب هو خطر عالمي من يقول أن الإرهاب يقتصر على دين على وطن هناك هذه معلومة قاصرة الإرهاب هو خطر يواجه كل الإنسانية بكل انتماءاتها بكل أفكارها بكل رؤيتها فكرة أن قيامة الدولة المصرية وإحنا رأينا خلال النهاردة بقالنا يعني نقول مثلا كمسة عقود من الزمن نواجه الفكر الإرهابي نواجه الإرهاب بكل صوره المجتمع قدم كثير من الشهداء وكثير من أبناءه سواء كانوا في الجيش المصري سواء في الشرطة المصرية سواء من المدنيين أيضا هم ضحايا الأفعال الإرهابية أيضا مصر واجهت كثير من الافتراءات والادعاية والفكر المنظم سواء على مستوى الدولي أو على مستوى الإقليمي حاولوا أن يخلقوا عزلة لمصر ده فكر إرهابي أيضا أن تعزل الدولة داخل حدودها ده فكر إرهاب ولكن مصر استطاعت أن تخرج من هذه العزلة وأن تواجه هذه الإرهاب وأن خلق قنوات تواصل مع كل دول العالم وشعوب العالم رأينا بعدما كان هناك الاتحاد الأفريقي يعني اتخذ موقف ضد مصر أصبح النهاردة مصر بقيادة الرئيس أفتاح السيسي هي رئيسة الاتحاد الأفريقي وأن تصرع الإرهاب أن مصر كانت هناك عزلة من الدول الأوروبية والدول الأمريكية والدول الأساوية النهاردة كان مؤخرا السيد الرئيس كان بشارك في قمة الدول السابع الكبرى لأول مرة بصفته كان رئيس الاتحاد الأفريقي وبدعوة شخصية من الرئيس الفرنسي وانتصار الإرهاب أيضا فكرة أن تأسيس لأول مرة يصدر الحق للشباب أو حقوق الشباب وكان مبادرة من أحد مؤتمرات الشباب العالمية واعتراف هيئة حقوق الإنسان العالمية بهذا الحق ده في انتصار المصر والدولة المصرية على الإرهاب أيضا ما يتم على أرض الواقع من إنجازات اقتصادية هو انتصار على الإرهاب بالفعل رأينا هناك المدن الجديدة والمشروعات القومية أيضا تشكيل رؤية المصرية ووضع استراتيجية للدولة المصرية سواء كل الأصائد اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية مبادرات التي يطلقها الرئيس حقيقة أنا عارفة أن في جعبة حضرتك الكثير والكثير بالفعل أنه هو الموضوع مهم محتاج بس مش فكرة واحدة لأ ده محتاج فقرات وفقرات لكن حقيقة أنا بعتزل إنه وقتي انتهى أنا شاكر لحضرتك جدا وسعيد وصباح النور صباح الأمل لكل مصر صباح الشباب لمصر كلها وكلنا متفائلين وخلف قيادة الرئيس فتاح السيسي لأنه يعني هذا الرجل الذي قاد الدولة من يعني منحرة الضعف إلى مرحلة القوة والانطلاق تحية له في كل الأوقات تحيتنا لحضرتك وشكر جزيل لحضرتك كان معنا أستاذ حسن هاريدي الكاتب الصحفي بجريدة أخبار المسائل شكرا جزينا لحضرتك شكرا لك فندم شكرا عبد مشاهدينا لحظات ونرجع لكم مؤاخر فقرة من فقراتنا وهنتكلم فيها العلاقة بين الصحة والسعادة والنجاح خليكم معنا بعد الفاصل هنتكلم عن موضوع مهم ده جدا لنا كلنا انتظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة